اشتركوا في القناة الرسمي والشعبي وتطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون مع البنية في مختلف المجالات والمحافل كما تقدم السيد الرئيس بالتهنئة لحصول البنية على مقعد غير دائم بمجلس الامن الدولي خلال الفترة من 2022 الى 2023 مثمنا سيادته اتفاق البلدين في الرؤى في معظم القضايا الاقليمية والدولية فضلا عن التنصيق الايجابي في المحافل الدولية المختلفة ومؤكدا اهمية التشاور السياسي مع الجانب الالباني بصفة دورية خلال وجوده بمجلس الامن خاصة في ظل الجهود الالبانية المقدرة ورؤيتها في منطقة البلقان لدفع السلام والاستقرار وتعزيز الاندماج الاقليمي لتحقيق الرخاء لدول المنطقة فضلا عن دورها النشط في معالجة بعض الازمات الدولية من جانبه اعرب رئيس الوزراء الالباني عن امتنانه وتقديره للسيد الرئيس مؤكدا على قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات خاصة في ظل الجهود المصرية الحثيثة لصون السلم والامن الدوليين وكذا الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الاقليمي في منطقتين الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط كما اشار رئيس الوزراء الالباني الى متابعته لجهود التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الاخيرة واهتم بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية الملهمة في هذا الاطار لتطبيقها في البانيا كما شهد اللقاء تبدل الرؤى زاء التطورات المتلاحقة على المستوى الاقليمي حيث تم التوافق في هذا الاطار على اهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط كما تم التطرق الى جهود التنسيق بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الارهاب والفكر المتطرف كما اشاد رئيس الوزراء الالباني في هذا الاطار بتجربة مصر في نشر مفهوم الاسلام الوسطي الصحيح ومكافحة التعصب الديني والكراهية بالاضافة الى الجهود المقدرة للسيد الرئيس لدعم الحفاظ على قيم التعايش والتسامح وقبول الاخر وتجديد الخطاب الديني وترسيخ ضمان حرية المعتقد وذلك في اطار استراتيجية متكاملة لبناء الانسان ترجمة نانسي قنقر